في خبر عايزة ابدأوا مع حضراتكم النهاردة يخص التحكيم المصري هقولك على مفاجأتين المفاجأة الاولى حكام مش هتشوفهم في ارض الملعب تاني حكام مشهورين ومعروفين مش هتشوفهم في ارض الملعب تاني ده واحد المفاجأة التانية لاول مرة هقول لحضرتك النهاردة هي العقوبة اللي بياخدها الحكم اللي بيعمل خطأ في المباريات دايماً بيتقلنا الجملة الشهيرة لا عقوبة الحكام لا تعلم النهاردة هعرفك العقوبة بتاعت الحكم بتكون ايه اول واحد اول واحد في حكمين اللي هم كابتن محمد الحنفي والكابتن محمود عشور مش هتشوفهم تاني في ارض الملعب لسببين اولاً هما وصلوا سن 45 سنة سانياً انه هما تشلوا او لم يتجاوزوا الاختبار البدني الاخير بس الاتنين دول هيبقوا موجودين على البار للاستفادة من خبراتهم بس في ارض الملعب كحكم اول حكم ساحة مش هتشوفهم تاني في حكم تالت انت مش هتشوفه لا في ارض الملعب ولا على البار هو الكابتن محمد الصباحي ده ايضاً لم يتخطى الامور البدنية او الاختبار البدني في مرتين وبالتالي هو مش هيبقى موجود لحكم ساحة ولا حكم بار ده الكابتن محمد الصباحي لكن الكابتن محمد الحنفي والكابتن محمود عشور هيبقوا موجودين على البار مش موجودين في ارض الملعب دي حكاية اولى حكاية تانية او المفاجأة التانية ما هي عقوبة الحكم الذي يخطئ في احدى المباريات تنقسم الى حاجتين اول حاجة الحكم اللي بيغلط بس خطأه ما اصرش على نتيجة مباراة تاني الحكم اللي بيغلط بس ما اصرش على نتيجة المباراة بمعنى ايه مثلاً على سبيل المثال الاهلي بيلعب مع المصري والاهلي كان له ضربة جزاء بس الاهلي كسب المصري مثلاً يعني هنا الحكم اللي هو الخطأ بتاعه ما اصرش على نتيجة المباراة حتى لو ليه ضربة جزاء فيعاقب به الغياب مش أقولك بالإيقاف يعني بالغياب عن الإسبوع اللي بعده يعني هو غلط في الإسبوع الأول الإسبوع اللي بعده ما ياخدش مباراة وياخد بعد كده في الإسبوع اليليه تمام؟ ده الحكم اللي أخطأ خطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة طيب لو حكم أخطأ خطأ وأثر على نتيجة مباراة مثلا يعني مثلا الزمالك بيلاعب سموح فالزمالك كان له ضربة جزاء والزمالك خسر هذه المباراة أو تعادل وكان له ضربة جزاء مثلا الحكم هنا يتم عقابه بالاستبعاد تلت جوالات تلت جوالات لأن خطأه أثر على نتيجة المباراة طيب هتقول لي إيه المثال على ده هقول لك كابتن أمين عمر كان عنده خطأ أثر على نتيجة المباراة في الجولة الأولى ما شفناهوش في الجولة التانية ما شفناهوش في الجولة التالتة ما شفناهوش في الجولة الرابعة وحنشوفه في الجولة القادمة اللي هي الجولة الخامسة أو الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز ده واحد او دي حكاية تانية الحكم اللي بيغلط خطأ مؤثر على نتيجة المباراة يتم استبعاده في ثلاث جوالات لاحقه ويرجع بعد كده يكمل المباراة والحكم اللي بيخطأ خطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة يتم استبعاده في جولة واحد في جولة واحدة ده متبع بشكل جديد في لجنة الحكام الحالية بقياس بيتور بيريرا هم شايفين لجنة الحكام الجديدة انه الاندية كان بتنزعج جدا وكان لها حق انه يبقى حاكم اخطأ خطأ مؤثر في احدى المباريات ويشوفوه بعد كده في الاسبوع اللي بعضه على طول وعادي جدا وكأنه ما عملش حاجة واحنا كمان كنا باللوم ده انه الحاكم زي لاعب زي مدرب اللي بيغلط لازم يبقى عنده اقوبة ما يعني بس ما يبقىش تكريمه انه ياخد المباريات مهمة او حتى مش مهمة في الجولة اللي بعدها فمرة كمان الحاكم اللي بيغلط خطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة يتم استبعاده في جولة واحدة الحاكم اللي غلط واثر على نتيجة مباراة يتم استبعاده في تلات جولات والجزء الاولاني قدتلكم من فيه اتنين او تلات حكام مش هتشوفوهم في ارض الملعب تاني كابتن محمد الحنف والكابتن محمود عشور مش هتشوفوهم في ارض الملعب تاني بعد ما وصلوا للسن القنون له 45 سنة وبعد ما ما اكتزوش الاختبار البدني الاخير فهيبقوا موجودين بس على الفار بس على الفار حكم محمد الصباحي لا هيبقى موجود في ارض الملعب ولا هيبقى موجود في الفار عشان هو لم يتجاوز الاختبار البدني مرتين وربعا ده فيما يخص الحكام